بيبدأ في المنفليلة هادية جدا في إيطاليا مع مركب صيد صغير ماشي في البحر وكان موجود على الاثنين جي أكومو والتاني هو توماسو فجي أكومو بيسأل التاني هو خايف ليه اختار الجزيرة دي علشان يستطد جنبها ساعتها توماسو بيفهم ان جي أكومو خايف من الأساطير والحكايات الأديمة اللي بتتألعى الجزيرة دي وانها مليانة بوحوش البحر الخطيرة فبيقوله ما يخافش لان دي كلها مجرد إشاعات والناس تلعوها علشان ما يخلوش أي حد يستطفى المنطقة اللي مليانة سمك دي فيقوم توماسو ومشغل شوية موسيقى وبيكملوا طرقهم للجزيرة وبمجرد ما بيقربوا منها بيلاقي مخلوق بحري غريب جدا انطلق ناحية مركبهم والغريبة بقى انه هو كان بيسرق حاجات من المركب زي الكوتشينا والكوباية ولما شافوه اتفزع وحدفوه بالساعة وقتها المخلوق البحري ده أفز وخرج من المية فشافوه بشكله الكامل وكان كبير ومخيف فعرفوا انه هو من وحش البحر وخافوا جامد وجهاز الموسيقى صاد في البحر فقرروا انهم يهربوا ويسيبوا البحر كله ويرجعوا على الشاط من تاني ولما بننزل بقى تحت البحر في المنطقة دي بيلاقي عالم مختلف تماما ده بقى لوكا وحش بحر صغير وهو المسؤول عن السمك الصغير اللي بتربيه أمه ولما بيلاقي السمك خرج من مكانه بيسرق علشان عارفوا انه أمه لو عرفتها ببهدله وبيجري يجمع السمك الصغير كله وبعدها بياخده مع الحزيرة علشان يأكلوا الأعشاب ولكن وهو قاعد بيرائبهم بيلاقي فجأة كده ساعة منبه وشوية وبيلاقي ورقة كوشينة وتقريبا كده دي الحاجات اللي واعت من مركب الصيد مبارح فبيفضل يدور يمكن يلاقي أي حاجة تانية وفعلا بيشوف حديدة مرمية بس لما يلاقي مركب معدي منفوهم بيخاف ويرجع يستخاب مع السمك لكن في الحقيقة انه لوكا مش شايف انه أهل الأرض وحوش زي ما قالوله وهو نفسه يطلع على السطح ويشوفهم على الحقيقة بيفوق بقى من أحلامه على صوت أمه وهي بتندهله علشان يجي يتغدى فبيخبي الحاجات اللي هو لقاها ويرجع للبيت وهناك أمه بتستقبله وبتحذره للمرة المليون انه هو يخلي باله من وحوش الأرض ولو عدت أي مركبة منفوق لازم يستخبع على طول وبعدها بيدخل لوكا يسلم على جدته وأبوه اللي بيربي السلطعون علشان عايز يشارك بيه في المسابقة وفضل يتكلم عن المسابقة ولكن الجدة لحظت كده ان لوكا سرحان فبيقول لها انه هو بيفكر في أهل الأرض فبتقول له الجدة انها هزمتهم مرة في لعبة الكوتشينا وساعتها لوكا تحمس واستغرب لما عرف ان جدته حولت نفسها وطلعت على السطحة مع البشر ولما بيسألها عن اللي حصل على الأرض أمه وقفته وعدبت الجدة علشان قالت له على الحاجة زي كده وطلبت منهم ما يتكلمش في الموضوع من تاني وقالت له يرجع على شغله مع السمك وبيجري لوكا بقى علشان يجمع بقية الحاجات اللي لقاها فبيلاقي مفكت أصليحه كوباية ويفتكرها عدسة والمفاجأ بقى ان هو بيلاقي جهاز الموسيقى ولسه بيحاول يفهم ده ايه بالزبط لأ شخص لابس بدلة غطاصين وراه فبيجري يستخبى منه ولكن بيلاقي جاي وراه لكن الشخص ده بيطلع أصلا وحش بحري زيه بالزبط وبيقوله ان هو بينزل يجمع حاجاته اللي أخذها من مركب الصيد مبارح وهيرجع تاني على السطح لأنه هو عاش بصورته الأدمية دلوقتي ولوكا بيستغرب جدا ويروح وراه وفعليا بيلاقيه بيخرج من المياه ويتحول لشكله شكل ولد عادي خالص وعلى طول بيروح ساحب لوكا معاه علشان يخليه يجرب التحول وفعليا أول ما يطلع من المياه بيتحول لشكله أدمي لكن بيفضل يسرخ ويعيط وكأنه مخطوف بس لما يبص حواليه بيشوف البحر والشجر والسماء والعصفير والدنيا زي الفل كده وجميلة بيحس كأنه في الجنة لكن بعدها بيزعق للولد اللي خرجه وبيقوله يعني أنا واحد مطيعه بسمع كلام أهلي وأنه يعني مش بيطلع من المياه وفعليا بيرجع تاني لقاع البحر والشكله التاني ولكن بيفضل يفكر في اللي حصل وحتى وهو نايم وبيحاول يعرف من جدته وعملت إيه لما طلعت على السطح وتاني يوم بيعمل تمثال ويقعدوا مكانه في حراسة السمك وبيروح هو علشان يطلع على السطح ولكن لسه ما عندهش الجرأة ومترادد ان هو يطلع وفاجأة بيجيله صاحبه بتاع مبارح وبيطلعه من البحر معاه ولما بيخرج لوكا بيتحول لشكله البشري بس ما يعرفش يمشي على رجله ولا حتى يوقف عليها فبيساعده صاحبه الجديد وبيعلمه ازاي يمشي وبعدها بيعرفه على نفسه بيقوله ان هو اسمه ألبيرتو وبيوريه البرج اللي ساكن فيه وبيقوله ان هو عايش فيه مع ابوه لكن ابوه ما بيجيش البيت كتير وبيبدأ لوكا ان هو يكتشف كل حاجة حواليه من الهوى والطبيعة ولما بيدخل للبيت بتاع ألبيرتو بيشوف حاجات البشر وبيندهش منها وخصوصا بقى جهاز الموسيقى اللي كان شافه قبل كده فألبيرتو بيقوله ان دي قالت موسيقى بس المشكلة انها بايزة وقبل ما يكمل جملته كان لوكا مصلح الجهاز ومشغله كمان وبعدها بيشوف لوكا صورة واحد راكب فيسبا كده على الحيط فبيقوله ألبيرتو ان الفيسبا دي ممكن يلف بها العالم كله وبدأ لوكا يسرح بها بخياله ويشوف نفسه راكب عليها وفعليا عمال يروح هنا وهناك وكان طير في الهوى ولما بيفوق من أحلامه بيقول لألبيرتو ان هو عنده كل حاجة ويقدر يعمل فيسبا كمان شبه اللي في الصورة وساعتها الكلام بيحمس ألبيرتو ويبدأ فعليا يعملها لكن لوكا بيقوله ان هو لازم يروح لأهله علشان ما يلقوش عليه بس واضح كده ان هو ما بيقدرش يقوم وبيقدر يعمل في الفيسبا مع ألبيرتو ويعدي الوقت والشمس بتغيب ويجري لوكا علشان يروح وهو بيقول لألبيرتو انه يرجع تاني بكرة ويقفز في المياه ويجري بسرعة على بيت أهله والحظ الجميل بقى انه أمه بتكون صحية وأول لما تشوفه بتسأله كان فين طول الوقت طبعا بيتلغبط ويتردد ما عرفش يجاوب واللي بتنقذه من الموقف ده هي الجدة واللي بتقول له أمه انها كانت بعتاجة لها أكل كده مخصوص فبتسيبه الأم ولوكا بيشكر جدته لأنها انقذته وبيروح وقتها ينام وهو فرحان جدا من اللي حصل وتاني يوم من بادري بيكون عند صاحبه ألبيرتو وبيجربوا الفيسباك جديدة لكن طبعا الضمار التماما لما جاء ألبيرتو ينزل بها من عالتال فقرروا انه هم يعملوا واحدة جديدة وما يكونش فيها أخطاء زي اللي فاتت وبقى كل يوم لوكا بيروح لعند صاحبه من الصبح يسمع الموسيقى وكمان يلعبه وفي نفس الوقت أمه بتكون فاكرة انه هو أعب بيشتغل لما تشوفوا التمثال اللي هو حطه أصلا مكانه وهو ألبيرتو في نفس الوقت ده بيكونوا بيعملوا في الفيسباك بتاعتهم بيعملوا واحدة أحسن يعني لكن في يوم أمه وأبو اكتشفوا انه هو حط التمثال مكانه وتاني يوم الصبح كانوا بيرقبوه وعرفوا هو بيروح لفين وبيروح لوكا لصاحبك العادة علشان يجربوا الفيسباك بس المشكلة انه لوكا طول الوقت خايف ومش عايز يركب الفيسباك ويجربها ولا يعمل بيها مغامرات فبيقوله ألبيرتو انه صوت الخوف اللي موجود في دماغه اللي طول الوقت عمل بيمنعه انه هو يعمل المغامرات الحلوة بنفسه الصوت ده اسمه برونو علشان كده علاج مشكلته انه كل ما يحسوا انه خايف لازم يقول في سره اسكت يا برونو يقولها مرتين وساعتها لوكا فعلا بيرتح نفسيا انه بيركب الفيسبا مع صاحبه ويتيروا هم اللي اتنين بأقصى سرعة وبيسقطوا في المية وهما فرحانين بالحاجات المجنونة اللي عملين بيعملوها وبعد غروب الشمس بيقعدوا يتفرجوا على السماء ولوكا بيسأل ألبيرتو عن الحاجات اللي بتنور في السماء دي فبيقوله ان كل اللي موجود في السماء عبارة عن سمك انواعه واحاجاته مختلفة فيقوم لوكا شاكره كده لانه هو وراه حاجات عمره ما شافها وانه طول حياته بيحلم بالاماكن دي لكن عمره ما زرها ابدا وبعد كده بيسأله عن ارض البشر اللي هناك بعيد عنهم لان ألبيرتو اصلا عايش على جزيرة بعيدة لوحده ما فيهاش بشر ساعتها لوكا بيقوله ان هو نفسي يجيب الفزبة دي ويروحوا بيها الارض البشر ويسافروا بيها كل مكان ويفضل لوكا يتخيل ويحلم بالفزبة لحد اما هو يحلم بانه بيقع تاني في البحر ووقتها بيصحى لوكا وهو مفزوع لانه بيبقى بالليل وهو لسه مروحش البيت ويجري بسرعة ويدخل بالراحة علشان ما حدش يحس به لكن يظهر انهم كانوا مستنيينه بالساعة والكوتشينا اللي كان مخبيهم ولما ابوه امه بيوجهوه بالحقيقة بيعتذر لهم بيقولهم ان السطح وعالم البشر مش وحش زي ما هم فاكرين وان هو وصاحبه البرتو بيعملوا كمان مغامرات جامدة فلما يعرفوا كمان ان هو عنده صاحب بيروح ويجي معاه بيقرر ان هما يودوا لوكا يعيش مع عمه اوغلو في اعماق المحيط لحد نهاية الموسم ولوكا بيتعصب وبيحاول ان هو يفهم ام الموضوع لكن هي بتروح من عمني كلامه وتقوله ان هو هيقعد عند عمه موسمين كمان مش موسم واحد وانها بتعمل كل ده علشان تحميه فبيتعصب ويطلع من البيت ويروح لعند صاحبه البرتو ويحكي له على اللي حصل كله ووقتها البرتو بيقوله ان الحل انهم يروحوا مدينة اهل الارض ويستخبوا وسط الناس هناك ووقتها يجيبوا الفيسبا ويحققوا حلمهم ويلفوا العالم وفعليا بينزلوا للبحر ويعوموا بكل فرحة ونشاط لحد المدينة وبيطلعوا من المايا ويمشوا وسط الناس وبالرغم ان البرتو كان ماشي بكل ثقة لكن لوكا كان مرعوب بس لما دخل على المدينة نفسها بقى منباهر بكل حاجة بيشوفها وفتحينه على اخر ومش مصدق اللي هو شايفه لكن فجأ بيلاي محل سمك قدامه ويظهر ان معظم اهل البلد صيادين فبيخافوا وبيطلب من البرتو انهم يهروا من هنا بس وقتها بيشوفوا واحد داخل عليهم بالفيسبا اللي كان شكلها جميل جدا وبيروح يركن الفيسبا دي ويكون واقف عليها كده متمزج فبيفتكر بقى ان الراجل ده بقى عنده معرض بقى بيبيع فيه فيسبات وكلام من ده وممكن يخضوا منه واحدة ووقتها واحد من الاطفال بيحدف كرة على لوكا وبيطلب منه يحدفها له المشكلة ان لوكا لما جاي يحدفها جات على الفيسبا بتاعت الراجل واللي اضايق والطمن على الفيسبا وبعد كده رحل عند لوكا وصاحبه وبيقولهم ان شكلهم مش من البلد وبيعرفهم بنفسه ويقولهم ان اسمه اركولي وبيقولهم كمان ان هو فاز بكاس مدينتهم بروتورسو خمس مرات وبفلوس الجائزة قدر يجيب الفيسبا الجميلة اللي هو ركبها دي وبيعرفوا انهم ممكن يجيبوا الفيسبا بنفس الطريقة لكن هو بيطع حبل افكارهم ويتريق عليهم وبيقول له لوكا ان رحته سمك علشان كده هيشيله ويرميه في النفورة وبيخلي بقيت شلت العصابة بتاعته ويكتفه البرتو وفي اللحظة الاخيرة قبل ما يقلبه في النفورة بتجي بنت اسمها جوليا سيئة عجلتها اللي مليانة سمك وبتنقذ لوكا من ايد اركولي وبتفضل كمان تزعق لو تشتم فيه فيتريق عليها ويقولها انها السنة اللي فاتت ما قدرتش تكمل اصاده المسابقة وتعبت في النص وانسحبت فبتقوله انها السنة دي هتنتصر عليه وتنهي ظلمه وبيكون لسه عايز يكمل ضرب فلوكا والبرتو لكن هي بتاخدهم معاها على عاجلة علشان تبعدهم عنه وبعد ما بيمشوا اركولي بقى بيسمع زباته شرطة وهم بيتكلموا عن الجائزة المالية الضخمة لاي حد يصطاد وحش بحري فبيقول لأصحابه ان هو اللي هيصطاد الوحش البحري وياخد المكافأة اما جوليا فبتتكلم مع الاتنين عن اركولي واللي بيعمله في الناس واللي افترابته على الصغيرين بس لازم تفوز عليه وتوقفه عند حده كل ده بقى والبرتو ولوكا وقفين مش فهمين حاجة من اللي بيحصل اصلا وحتى لما بتسألهم هم جايين منين او هيشتركوا في المسابقة السنوية ولا لا مش بيرد عليها ويفضلهم تنحين فبيتسيبهم وتمشي لانها لازم تسلم السمك اللي معاها بس وقتها لوكا بيقول لالبرتو ان هم لازم يشتركوا في المسابقة فلازم يسألوا جوليا عن المسابقة دي وفعليا بيروحوا يسألوها عن التفاصيل والاشتراك والكلام ده وبتقول لهم ان الجواز في المسابقة هي جائزة مالية كبيرة ولما بيسألوها اذا كانت تجيب لهم فيسبا فبتقول لهم انها ممكن تجيب لهم الفيسبا البسيطة اللي هناك دي وقتها لوكا والبرتو بيروحوا العالم تاني وهم بيتخيلوا نفسهم راكبين بقى الفيسبا والفلوس لعبة معاهم علشان كده هم قرروا يشتركوا في المسابقة ويفوزوا كمان ولما بتسمعهم جوليا بتقولهم ان هزيمة اركولي في المسابقة دي مهمتها هي ده غير ان المسابقة كمان صعب عليهم لانها عبارة عن جزء زباحة وجزء اكل اطباق مكرونة كبيرة والجزء الاخير هو زباء العجل علشان كده هم لازمهم فريق كامل فبيطلبوا منها انهم يشتركوا هم التلاتة مع بعض فريق واحد وبعد شوية مفاوضات بتوافق وبيبدأوا يتدربوا فبتخلي لوكا يتدرب على ركوب العجل وبتسأل البرتو ان كان بيعرف يسبح ولا لا بس هو بيقول لها انه ما يعرفش طبعا علشان لو نزل المياه هيتحاول لوحش بحري المهم بتقولهم انها هي اللي هتعمل جزء السباحة ولوكا هيعمل سباء العجل والبرتو هيكل طبق المكرونة بس المشكلة انهم محتاجين فلوس الاشتراك فبيقوم رائحين لعند ابو جوليا علشان ياخدوها منه ولما بيدخولوا للبيت بيلهوا ابوها الراجل ضخم جدا ومخيف ومعلق على الحية كل اسلحة تصيد السمك بتاعته فبيترعبوا هم اللي اتنين منه خصوصا لما يشوفوه هو بيقطع السمك وجوليا بتقول لابوها انها جابة معاها اصحابها وعزمهم يتعاشوا معاها ابوها بيعمل الاكل وهو بيوريهم الاخبار اللي بتتكلم عن وحش بحرية وبيقول لها ان هو هيصطد واحد منهم وياخد المكافأة لوكا من الرعب بيوقع المية على وش صاحبه البرتو فبيتحول لوحش بحري فبيستخبوا تحت الترابيزة لحد ما يرجع للشكل الاادامي بس وقتها القطة بتشوفهم المهم انهم بيأكلوا المكارونة اللي عملها الابو بتعجيبهم جامد فبيسألهم الاب عن نفسهم جوليا هي اللي بترد عليه وبتقولوا انهم اصحابها من المدرسة وجايين علشان يشتركوا كلهم مع بعض في المسابقة وقتها الاب بياخد بنته على جنب ويقول لها ان هو مش عايزها تشترك السنة دي لانها المرة اللي فاتت زعلت او لما خسرت وكمان هو مش موجود معاها فلوس لانه مش لاقي سمك يصطاده وقتها البرتو لوكا بيدخلوا ويقولوا له انهم يعرفوا في الصيد وبكده تتحل المشكلة وبعدها بقى بتاخدهم جوليا علشان يناموا في البيت اللي هو فوق الشجرة فبيناموا هم الاتنين وهما مبسوطين انهم خلاص يحاقوا حلمهم على الناحية التانية بقى بيلاقي ان اب وام لوكا خارجين من البحر ويتحاولوا علشان يدوروا على ابنهم وبيروحوا بقى يستخبوا الحد ما يلاقوا هدوم مناسبة ليهم وتاني يوم بيصحى لوكا والبرتو من النوم وبتكون المطرة غرقتهم فبيلاقوا نفسهم في هيئتهم البحرية وقتها لوكا بيصحي البيرتو بسرعة وعلى طول بيله جوليا بتفتح شباكهم علشان تصحيهم فينزلوا يستخبوا تحت الشجرة لحد ما ينشفوا والاب بيدي طلبات لجوليا علشان توصلها للزباين وبياخد معه لوكا والبرتو علشان الصيد وهم على المركب بيساعدوه في توضيب الشبكة بتاعته وبيقولوله على الاماكن اللي فيها سمك اكتر وفي الوقت اللي بتكون جوليا سلمت كل الأردرات بترجع لهم بتلاقيهم استادو كمية جاملة جدا من السمك وابوها بيقولهم انهم فعليا شاطرين في الصيد وبكده الاب بيديهم تمن الاشتراك في المسابقة اما ابو لوكا وهمه فبيكونوا لقوا هدوم جديدة علشان يلبسوها والاب اول ما يشوف ولد صغير بيفتكر ابنه لكن ما طلعش هو ولما بيدخلوا بقى عن مدينة نفسها بيلو كمية اطفال كتيرة ومش بيكونوا عارفين مين فيهم لوكا اما جوليا بقى فبتاخد اصحابها وبيروحوا يقدموا في المسابقة عنده استاذة مارسيليا رئيسة المسابقة وبتوري لهم بقى جوليا خطوات المسابقة دي بس الاسف بيجي اركولي يغلس عليهم وياخد كمان منهم فلوس المسابقة وهو بيقولهم انهم مش لازم يشتركوا في المسابقة دي علشان كده كده هيخسروا فجوليا بتزعقلوا وتقولوا انهم هيكملوها ويكسبوا لقوا وكمان لوكا بيتريع عليه ويشبهه بنوع سمك عنده شنب فكلهم بيتحقوا على لوكا اللي بيتعصب جامد فيرجع لهم فلوسهم ويقولهم انه مش بسه يهزمهم ده يدمرهم بعد المسابقة وبيروحوا بعدها يقدموا في المسابقة باسمامهم هم التلاتة في فريق واحد سموا فريق الضعفة وعلى طول بيبدأوا التدريبات العنيفة ألبيرتو بيقعد قدام أطباء المكرونة وبيأكلها كلها علشان يعرف أنواعها أما لوكا فبيقوم واخد العجلة ويفضل يتدرب على طرق صعبة مليونة من حضرات وتعريجة علشان يتعلم وكلما أركولي يشوفهم يتريع عليهم وطبعا لوكا بيقع كم مرة في الأول وبعد كده بييجي تدور على جوليا واللي بتروح تدرب على السباحة ولما لوكا وألبيرتو بيشوفوها وهي بتعم ببطء بيعرفوا انهم أسرع من البشر بكتير جدا بس المشكلة برضو ان أركولي بييجي تاني ويغلس عليهم وبيكون عايز يوقعهم في المياة بالمركب بتاعهم وبيحاولوا ان هما يهربوا منه وفي آخر دقيقة واحد من أصحاب أركولي بيحول المركب كده بس ومكة المياة بتيجي على ألبيرتو فبيتحول لوحش بحري ويسقط في المياة وبيحاول لوكا ان هو يخبيه بس يظهر ان أركولي لاحظ ديه الوحش بحري من تحت المركب في نفس الوقت جوليا بتهز المركب بتاع أركولي وتفضل تزعق فيه وساعتها بقى بيقدر لوكا ينقذ صاحبه وينقشفه ويرجعه لشكله وعلى طول بيرجعهم التلاتة عشرات تجاري وفي الوقت ذا بتكون أم لوكا وأبوه لسا بيدوروا عليه ويظهر كده بقى انها لقت حيلة كويسة علشان تقدر تعرف بها ابنها فبقت بتلعب مع الأطفال كرة في الشارع وتوقعهم في النفورة أو تصب عليهم المياة علشان تشوف مين فيهم ما يتحول ولما ملاقاتش حد فيهم بيتحول عملت الصيحة العجيبة بتاعتها وقتها ابنها لوكا سمعها وشافها فاستخبه بسرعة وبالليل قال لصاحبه ألبيرتو انه هو شاف أمه وأبوه لكن ألبيرتو بيقوله انهم مستحيل يعرفوا يوصلوله هنا وانه أكيد بيتهيق له فقاب يقطع كلامهم دخول جوليا اللي قعد تكلمهم عن المسابقة وقتها بقى بيجي أبو جوليا وبيطلم من ألبيرتو يجي ساعده فبيروح معاه وتفضل جوليا تتكلم مع لوكا عن الجايزة فبيقولها انه هو مبسوط انه هو هيقدر يجيب الفيسبة ويلف بيها العالم مع ألبيرتو وممكن كمان يوصل للسمك اللي موجود في السمه ده فتفتكر انه هو بيهزر فوقتها بتقول له جوليا انها عاوزة تكسب علشان الكل يعرف ان هي قوية علشان طول أيام السنة بتروح مدينة جنوة عنده أمها علشان فترة المدرسة وبتيجي هنا في فترة الصيف بس كل سنة ويفضلوا يتريها عليها علشان شكلها الغريب ده ولوكا واضح انه هو عجبوا موضوع المدرسة فيسألها اللي بيحصل هناك فبتقوله ان في المدرسة اتعلموا ان اللي موجود في السمه ده مش سمك وبتاخدوا من ايده ويفضلوا يقفزوا في السطوح لحد ما يوصلوا لعندي ميكروسكوب علشان تورير النجوم في السمه فبيلاقيهم شكلهم جميل جامد وكتير ويشوف بقى معهم كوكب زوحل وجوليا بتكون جايبة كتاب عن عالم الفضاء وبتوريله بقى صور اكتر وحاجات اكتر وبينبهر بيها وبيشوف نفسه طاير بين السماء وهي كمان معاه وبيلفوا العالم كله سوا وبيتفرجوا على كتب اكتر وبيعرف حاجات احلى وبيتحمس جدا لموضوع المدرسة وبيكون عايز يعرف اكتر لكن فجأة بيدخل عليهم البرتو اللي يظهر كده ان هو بقى متدايق لان لوكا شاف صديق غيره وبدأ يتقرب اكتر من جوليا ولوكا بقى بيطلب كتاب من جوليا فبتديله الكتاب بتاعها وبتكتب اسمه عليه بعدها بيروح لوكا مع صاحبه البرتو بيتكلم معاه في الحاجات اللي عرفها من جوليا النهاردة لكن هو بيعرفه انها بتقوله معلومات غلط وبيخضوا يفرجوا على الفيزبة الجديدة اللي شافها وكمان يفكروا بالحلم بتاعهم بتاع الفيزبة فبيقوله لوكا ان هو عايز يجرب يروح المدرسة مع جوليا لكن هو بيقوله ان المدرسة دي كلام فارغ وانهم بيستمتعوا بوقتهم دلوقتي اكتر على حريتهم فجأ بيقطع كلامهم اركولي اللي بيهددهم ويقولهم انه مش عاوز يشوفهم تاني في البلد كلها لوكا بيكون عايز يهرب منه لكن البرتو بيقرر ان هو يواجهه ويفضل يزعق في وشه ولوكا بيبعد اركولي عن صاحبه وبيخضوا يهربوا تاني يوم الصبح جوليا بتصحيهم علشان التمرينات فالبرتو بيتدرب على انواع المكارونا ولوكا بيتدرب على العاجلة وابو لوكا وامه لسا بيدوروا على ابنهم وبعد تمرين اليوم المعتاد بعد ما جوليا بيصحيهم وبيقوم رايح البرتو مع ابو جوليا علشان يعرفوا مكان تجمع السمك وكمان عشان يساعدوا وفي نفس الوقت ابو جوليا بيهتم بالبرتو وبيعلموا طريقة جمد الاكل المكارونا بس البرتو بيتدهي لان هو بيلاقي لوكا مهتم بجوليا اكتر منه وما بقاش فيقله اصلا تاني يوم ابو لوكا وامه بيكونوا قاعدين عند النفورة فبتسأل الام اذا كانت اسيا مع ابنها لوكا لما قالت له ان هي هتعقبه وتوديه عند خاله لكن الاب بيقول لها انها عملت كده علشان خايف عليه وانه هو اللي كان بيهمل لوكا اوقات كتير فجأوا هم بيتكلموا بيلقوا ماشوا قدامهم بالعجلة لكن بيهرب منهم اول ما يشوفهم واللي اتنين بيعرفوه ويفضلوا يجروا وراه ولكن بيقدر يهرب منهم وبعد كده بيوقف لوكا وبيكون معاقل بيرتو جوليا اللي بيتهنيه علشان مستوى تحسن في ركوب العجل وبيشوف القطر اللي بتركبها علشان ترح مدرستها فبيقول لها لوكا ان هو عايز يزورها في المدرسة بس الاب بيرتو بيقطع كلامهم ويقول لها انهم لازم يركزوا في المسابقة لكن بعد كده بتوقفوا قدامهم حاضر عالي علشان يعديه وبتفضل تقوله في وشه نصايح وقتها الاب بيتعصب وبيقول لها ان لوكا محتاج صديق بس اللي يكلمه يقصد نفسه يعني وعلى طول بيركب هو العجلة وبياخد لوكا وراه وبيسوق بأقصى سرعة وبيروحوا نطين في المياه ويتحولوا لشكلهم التاني وبيستخبوا علشان جوليا ما تشوفهمش وبيطلعوا من الناحية التانية وساعتها بيتخنوا مع بعض لان ألبيرتو عايز يجيب الفيسبة ويلف العالم لكن لوكا عايز ان هو يروح المدرسة وبيقولوا ان هو خايف يروح اي حتة لانه فاشل فبيمسكوا في اخناق بعض ووقتها بتيجي جوليا وبتشوفهم وبتنبسط ان هما بخير وبتحضرهم هما الاتنين لكن بتحسهم زعلنين من بعض فبتسألهم عن اللي بيحصل فبيقول لها لوكا ان ما فيش اي حاجة وانهم عايزين بس يروحوا معها المدرسة وقتها بتفرح جوليا وتقول لهم طبعا انها موافقة وساعتها بقى ألبيرتو بيتعصى وبيقول لها ان المدرسة بتاعتها ممكن ما تابلش وحش البحر وفجأة بينط في البحر ويرجع لشكله من تاني وبتصرخ وهي مرعوبة ومش فاهمة اللي بيحصل بس وقتها بقى لوكا كمان بيصرخوا كأنه متفاجئ وساعتها أركولي بيسمعهم ويشوفوا وحش البحر فبيجري علشان يقتله ولوكا بيخاف على صاحبه وألبيرتو شفى ان صاحبه تخلى عنه فغطس في المياه ورجع على مكانه وساعتها جوليا بترجع مع لوكا على البيت ولما أبوها بيشوفهم من غير ألبيرتو بيسألهم عنه لكن هما بيقولوله ان هو مش خلاص فيطلع الاب يدور عليه علشان يجيبه ووقتها لوكا بيقول له جوليا انهم ممكن يكملوا المسابقة سوا بس هي بتدلق كوبية المياه على وشه وفجأة ايده بتتحول فبتعرف ان هو كمان كائن بحري بيحاول يشرح لها ان هو عمل كده علشان يهرب من أمه اللي عايز توديه بعيد فبتقوله ان هو معرض للخطر لان هو في مكافأة عليهم جدا عالية علشان كده بتطلب منه انه يبطل مخطرة ويرجع لحياته في المياه وبيودعها وهو زعلان من اللي حصل وساعتها بيرجع على بيت صاحبه ألبيرتو بس لما يدخل لجوه البيت بيلاقي كل حاجة متكسرة حتى الرسمة بتاعتهم سوا متقطعنوا الصين فبيفضل يندح عليه وبيكون هو قاعد على السطح الواحد وبيسأله ايه اللي جابه فبيعتذر له لوكا ويقوله ان هو ما كانش يقصد لكن هو بيرفض واعتذره وبيقوله انه يمشي من المكان لانهم اصلا ما ينفعش يكونوا اصدقاء وبيلاحظ لوكا علامات ايام على الحيطة فبيسأله عنها فبيقوله انه كان بيعدي الايام من بعد ما ابوه مش هو سابه لواحده واول لما لوكا دخل حياته بطل يعد الايام وقتها لوكا بيقوله ان هو اللي خرجه للعالم وعلمه كل حاجة علشان كده هو مش هيسيبه وهيروح يحقق حلمهم لواحده ويجب له الفيسبا وفعليا بيرفز من البيت ويروح علشان يستعد للمسابقة بكرة وتاني يوم في المسابقة بيروح يطلب من المسؤولة ان هو يشترك لوحده وفعليا بيتجمع المتسابقين كلهم قدام البحر ووقتها بيقف معهم لوكا وهو لابس بدلة غريبة جدا مغطية جسم كله علشان ينزل بهذا البحر من غير ما يتبل ولما تشوفوا جوليا بتحذروا وبتطلب منه ماينزلش لكن هو ما بيسمعش كلامها اما اركولي فبيتهنزمينه بالزيت علشان يعم بسرعة في المياه واول ما المسؤولة بتعلن بداية المسابقة كلهم بينزلوا في المياه والحياة ان جوليا اول واحدة تتخلص الجزء الاول من المسابقة بسرعة اما المتسابق بتاع اركولي فالسمك بيتلم عليه علشان رحت الزيت اللي حطه ولوكا المياه دخلت لجوه البدلة بتاعته وتحول لشكله البحري ولما طلع من المياه اركولي كعبله علشان يعطاله بس هو خب نفسه لحد مايرجع لشكله وبيجروا كلهم على الجزء الثاني من المسابقة وهو اكل طبق المكارونة وبرضو اول واحدة بتخلص هي جوليا وبتجري على العجلة بتاعتها علشان تكمل الجزء الاخير من المسابقة ومن بعدها بيطلع اركولي وبعدها لوكا واللي بالرغم ان هو بيشوف ابوه امه بيحاول يوقفوه لكن هو بيعتذر لهم ويكمل جري بالعجلة والحقيقة امه بتندهش من سرعته وللأسف بيقدر اركولي ان هو يسبق جوليا بس لوكا بيجي وبيسبقه بسرعة رهيبة وبيقدر لوكا ان هو يسبق الكل وخلاص بيكون فضله خطوات على النهاية لكن المطر بينزل جامد ويروح يستخبى تحت بيت علشان ما يتحولش وساعتها بقى بيلاقي اركولي جاي يغلس عليه بس المفاجئ ان هو بيلاقي صاحبه البرتو جاي عليه بالشمسية علشان يحمي من المطر لكن اركولي برضو بيزوق صاحبه ويقع منه الشمسية علشان يتحول لوحش بحري قدام الكل كلهم بيتجمعوا حواليا علشان يقتلوه لكن لوكا عايز ينقذ صاحبه ولكن البرتو بيطلب منه يفضل مكانه علشان ما يتحولش بس هو ما بيسمعش كلامه ويجري عليه علشان ينقذه ويتحول هو كمان معاه لوحش بحري وبيجروا بسرعة على خط النهاية لكن اركولي بيصوب عليهم الرمح بتاعه وساعتها جوليا بتضحي بنفسها وبتوقع اركولي بعجلته وللأسف بتوقع معاه وبيقدروا لوكا والبرتو ان هما يعدوا خط النهاية قبل اي متسابق تاني وبيرجعوا بعدها الجوليا ينقذوها بس الناس كلهم بيتلموا حواليهم وابو جوليا كمان بس لما بيشوفهم بيعرفهم واركولي بيجي تاني علشان يقتلهم لكن ابو جوليا بيمنعوا وبيقول للكل ان دول لوكا والبرتو اصحاب بنتو وهم الفايزين في المسابقة والمسؤولة بتأكد كلامه وتقول للكل ان هما اللي فازوا وفرقة الضعفة بتاعت لوكا والبرتو وكمان جوليا فازوا بالكاس وبتيجوا ام لوكا والاب يهنوا على الفوز والناس كلها ما بقتش يتخاف من الوحوش وطلع اصلا في وحوش بحرية عايشين وسطهم عادي وبيغضوا الفيزباء اللي كان نفسهم فيها وبيروحوا كلهم يتجمعوا في بيت ابو جوليا اما جوليا فبعد ما بتلعب معهم بتقول لهم انها لازم تجمل حاجتها علشان هتسافر للمدرسة بكرة ويظهر الحزن في عين لوكا وصاحبه بيشوفه لكن جوليا بتقوله انها هتسيب له كتب كتير يتعلم منها وده بيفرحه بس المفاجأ بقى تاني يوم وهم بيودعوا جوليا ولما لوكا بيسأل البرتو عن الفيزباء بيقوله ان هو باعها علشان يجيب له تسكرة يسافر مع جوليا والاب والام بيجوا هم كمان يودعوه ويجيب له شنطة بتاعته وبيقولوله ان البرتو كلم ام جوليا علشان تقبل ان هو يقعد معهم في البيت ودفع له مصاريف المدرسة ويودعه علشان يروح يتعلم بس يخلي باله عن نفسه فبيفتكر ان البرتو جاي معاه وبس هو بيقوله انه هيقعد مع ابو جوليا وبيودعه ويشكره على اللي هو عمله علشانه بيسافر لوكا مع جوليا عشان يتعلم وكانت دي النهاية اشتركه في القناة بقى ويستنوا الفيديوهات الجاية وكمان شوف الفيديوهات اللي فاتت ومع السلامة